الناس عملت تتكلم على ان الاهلي طلب زيكو والبنوبي رسميا وان المفاوضات في مراحل متقدمة وكل هذه الامور احنا قلنا لحضراتكم من الاسبوع اللي فات ان الاهلي مهتم بزيكو اولوية بس في مفاجآت كبيرة اولي حقولها لك دلوقتي لان دواردو النهاردة ناس بتقولك ايه مبارح تقولك ان زيط طلبوا 60 مليون جنيه في زيكو 60 مليون جنيه في زيكو فالناس بتتكلم في كده هو ده مش حقيقي للاهلي تفاوض بشكل رسمي باتكلم على الشكل الرسمي لان على المستوى الودي حصل تواصل على المستوى الودي بقولك الكلام برضو مفصل عشان ده تبقى واضح على المستوى الودي حصل تواصل بخصوص السنائي يا ده يا ده واخبالك على المستوى الراسمي الاهلي ماخدش اي خطو عشان اصلا زيط يطلب 60 مليون فده ما حصلش الناس قالت بس حيطة 60 دي لما لقيت لك ايه اصلا بيرامدز كان قبل كده عايزين زيكو فساعاتها زيط طلبوا 50 مليون جنيه فبيرامدز مارديوش يتمموا الصفقة يعني لكن مفيش 60 مليون ولا الاهلي يخد اي خطوة رسمية في اطار التعاقد مع زيكو او حتى عمر البنوبي طب ايه اللي حصل يا جماعة خد المفادة اخر 72 ساعة اخر 72 ساعة كان فيه جلسات ما بين الكابت المحمد رمضان المدير الرياض مع مستر مارسل كولر بالتحديد بخصوص اللاعبين المحليين الراجل كان بيتواصل مع كولر بيحاول يقنع كولر ببعض الاسماء المحلية والثنائي ده ابرزهم بيحاول يقنع كولر المفاجأة في الموضوع يا جماعة ان كولر تمسك برأيه اللي كان عليه قبل كده اللي هو ايه اللي هو قال انا اصلا مش مقتنع باي لعب في الدوري مفيش اي لعب محلي انا مقتنع بيه فانا مش هغاير رأيي لان انا مفيش حتى ما تشطط لعبت فحد فيهم اظهر امكانيات او جودة مختلفة تخلينا غير قناعاتي فانا متمسك بان احنا ما نضمش يا جماعة اي لعب محلي على القل شهر يناير لكن لو عايزين تجيبوا لعب اجنبي فانا مرحب جدا مرحب جدا جدا ياريت لو لعب اجنبي مهاجم او جناحة ما عنديش اي مشكلة اتحركوا في الاتجاه ده لك عم ساول محليين دلوقتي انا مش مقتنع خلي بقى يكنش معنى كلامي ده انه ممكن في الاخر الاهل ميجيبش واحدة فيهم لا وارد برضه قد يقتنع كولر في النهاية لان خلي بقى لك قناعات كولر متغيرة زي ما حصل مع طاهر محمد طاهر كماشوقع بيرستاو ريدا سليم اكتر من لاعب الراجل قناعاته بتتغير من فترة للتانية كل واحد طبيعته بقى او كل واحد رؤيته رؤيته خلاص فالاتجاه ان الراجل بيقولك ايه اشتغلوا على المهاجم الاجنبي كابتن محمد رمضان حاول يكنعه اكتر من مرة قال له انا مش مقتنع بصراحة ولا لاعب محلي طيب في ال 72 ساعة دول كيف تحرك النادي الاهلي تجاه المهاجم او الجناح الاجنبي ركز معايا في الكلام عشان الكلام مهم جدا بص الكابتن ركز في الاسماء الكز في الاسماء اللي باريك nieuك الكابتن محمد رمضان والكابتن مين الكابتن مين هاني رمزي الاثنين في جلسات مكسفة جدا شفعا مين غرقة عمليات عشان موضوع اللعب الاجنبي الكابتن ايه هاني رمزي كابتن هاني رمزي هو بيساعد كابتن محمد رمضان في التعاكونات لحد يوم 25 اكتوبر زي ما قلنا لحضراتكم من الأسبوع اللي فات فهم يعني كان غرفة عمليات كده جلسات مستمرة لحسم ملف اللعب الأجنبي فيه أكتر من اسم مطروحة النادي الأهلي أكتر من لعب بالتحديد بعض اللعبين من أمريكا اللاتينية اللي بيعابوا في شرق آسيا لسه مخلصتش كلامي على اللعبين المحلين لأنا هربط لك باللعب الأجنبي فبالتالي الكلام على إيه مهاجم أو جناح أو مهاجم يفع يلعب جناح أو جناح ينفع يلعب مهاجم يعني واحد جوكر في الخطوط الأمامية تمام ده التركيز دلوقتي اللي موجود في النادي الأهلي على الجانب ده ففي دراسة بشكل مستمر قبل اتخياذ القرار النهائي بالتشاور مع كولر هتقولي تم مهوئة قال إن الكابتن محمد رمضان جاي مهو برضو مش لازم ناخد برأي المدير الفني دائما وأبدا بس في الأول في الأخر انت مش هتقدر تجيب لعي بتدفع فيه ملايين ويجي النادي الأهلي والراجل يرميه برأ الاسكور أصلا ما يحطوش في القايمة حتى فهنا فيه حسابات كتير جدا برضو كلام ما بيبقاش كده وخلاص يا جماعة طيب نفترض إن الأهلي راح جاب مهاجم فحترجع تدور تاني في أجنحة محلية لو كولر اقتنع فممكن يكون زيكو أو البنوبي أقرب نسب زيكو أعلى ماشي ممكن تكون كده طب ما قالك طب ما إحنا خلاص نأجل دلوقتي موضوع اللعب المحلي لحدنا ما نشوف هنحسم الصفقة الأجنبية دي زي طب ما إفرد جيبنا جناح خلاص يعني مش هنجيب حد محلي دلوقتي بقى على مستوى الأجنحة خلاص ممكن نفكر في حد مهاجم مثلا زي أسامة فصل ربما لأنه من الأسماء المعروضة أو مرشحة عند الناس في الأهلي فيه عجاب بإمكانياته من المنازل فملف اللاعب المحلي ركز في الكلام ده ملف اللاعب المحلي متوقف على موقف اللاعب الأجنبي اللي بيحاول الأهلي إن هو يتعاقد معه خلال المرحلة المجبلة جي جناح فأنت هتقفل خلاص محلي بنسبة كبيرة جي مهاجم فممكن يبقى فيه الباب موارب شوية لحد يجي كجناح محلي فدي القصة عشان تكون أو يكون الموضوع بالنسبة لك واضح يعني بالمناسبة تاني هأكد الأهلي ما بعدش أي عرض رسمي لزد طيب يوم الأهلي اسمعك اللي حقوله لك ده مهمة يوم الأهلي ينوي خلاص حنروحني يجيب حد من زد تمام؟ فحيبقى فيه كلام ما باقي اللي حيخش يخلص الصفقة الكابتن محمود الخطيب من الآخر أنا بقولك بالزبط من الآخر اللي حيخش يخلص الصفقة الكابتن محمود الخطيب خلاص كده؟ هتقول لي دور الكابتن هاني رمزي إيه؟ الكابتن هاني رمزي موجود زي ما حكيت لك قبل كده بس في الحاجات اللي زي دي بيخش عشان الصفقة تخلص عطول كابتن محمود الخطيب بعلقته بالعلاقة الممتازة أصلا ما بين الأهلي وزد فحيخلص الموضوع الكابتن محمود الخطيب لو كولار اقتنع وعلى حسب برضو اللاعب الأجنبي اللي حيجي أنا كده أعتقد شرحت لك الكصة يعني بكل تفاصيلها بشكل دقيق طبقا المعلومات اللي عندنا خلاص؟ طيب للأهلي الدنيا اتقفلت؟ لا لسه في بعض الأخبار المهمة القندوسي يا جماعة هل فيه أي عروض لأن الأهلي طبعا عرض القندوسي للبيع الأسبوع اللي فات له القصة الشهيرة والوقلة ومش الوقلة وكلام من ده فقال القندوسي جاله أي عروض مجاش أي عروض طب موقف القندوسي إيه؟ أنا بقول لكم القندوسي حيفضل على قوة النادي الأهلي حتى انتهاء أعارته مع سيراميكا لأن بالمناسبة ما فيش أي بند في عقد اللاعب والأهلي مع سيراميكا يطيح للنادي الأهلي إنه يقطع الأعارة بخلاف إن سيراميكا متمسك بهذا التعاقد ما فيش أي مخرق اللي هو إيه؟ قطع الأعارة أنا جاله عرض عايزة بيع اللاعب فما فيش كلام ده بخلاف إن القندوسي بعد الأحداث اللي حصلت دي أنا بقول الله حلوك وتبقى للشركة الخاصة بالقندوسي أو الوكالة أو أي إن كان الوكالة اللي بيتولوا ملف اللاعب أو وكلاء اللاعب نفسهم هيكون في عنده مع الأهلي وشد وجذب كتير بس مش دلوقتي مع نهاية الموسم الجديد لما الأعارة بتاعته تخلص مع سيراميكا لأن تاني ما فيش أي بند يتيح للأهلي إن يفسخ الأعارة أو يقطع الأعارة تمام؟ حتة بقى إن قندوسي ممكن يخش في الصفقة بتاعت زيد أصلاً نفيش كلام ده خالص لأن ما ينفعش اللاعب يرجع مع سيراميكا فورده ده كلام مش حقيقي يعني تمام؟ فده موقف قندوسي ما فيش أي عرض رسمي حتى هذه اللحظة وصل للنادي الأهلي